السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله وببسطين معكم أخوكم إيهاب الصرفاندي من قناة إيهاب تيفي اليوم في عنا تحديثات جديدة وصلت لهواتف شاومي وهذه التحديثات هي عبارة عن تحديثات هايبرو اس 1 و 1.5 وفي عنا كمان أجهزة من ضمن الأجهة كمان تحديثات اليوم مش هتطلقى كمان تحديثات الهايبرو اس 2 لا تنسى تضغط على زر الإعجاب واشتراك في القناة يا حبيب عشان يصل لكل جديد وخلينا نشوف التفاصيل ورجعنا لكم نجديد صلوا على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اسمعت آخر نكتة؟ هذا الفيديو الآن بسجله كمان مرة كاملا سجلته قبل شوي لقيت فيش صوت مش عارف كيف مش طالع الصوت لقيت الفيديو بدون صوت يعني الصحيح انصدمت كنت بتدلغي الفيديو والله بس عشان خطركم بدي أعمل قلت فيديو لازم أعمل فيديو عدتوا هاي تصوير تاني عنا فيه تحديث جديد للريدمي نوت 13 5G نفس تحديث بوكو اكس سيكس نيو للفايف جي أجاله تحديث الهندي 1.09 على اندرويد 14 اللي الشاومي 11 أو المي 11 لاندونيسي أجاله تحديث 1.02 على الاندرويد 14 في عنا كمان تحديثات جديدة الشاومي 12 لايت للعالم هذا التحديث الآني شايفه أمامك هو تحديث هايبرو اس 1.5 أجاله تحديث 1.08 على اندرويد 14 للعالمي شاومي 12 Tipro الأوروبي 1.07 على اندرويد 14 ريدمي نوت 12 برو برو بلس الإصدار الجلوب ال 1.05 على اندرويد 14 ريدمي نوت 11 برو بلس 5G العالمي 1.04 على اندرويد 13 وهذا الجهاز من الأجهزة اللي مش هيخده تحديث هايبرو اس 2 1.11 برو بلس 5G ريدمي نوت 12 برو 4G العالمي أجاله تحديث جديد 1.06 على اندرويد 13 وهذا الجهاز مش هياخد الهايبرو اس 2 ريدمون وتلتاش الشهر الـ 5G نفس تحديث إزالة Poco X6 New أجره تحديث الإصدار الهندي 1.09 على اندرويد 14 ريدمون وتلتاش برو الفور جي الروسي واحد فاصل سفر خمسة على اندرويد 13 وهذا الجهاز أيضا مش هيطلقة تحديث الهايبرو اس 2 ريدمون وتلتاش برو الفور جي التركي 1.05 على اندرويد 13 وأيضا مش هيطلقة تحديث هيبرو اس 2 بوكو اكس فايف البرو الفايف جي التايواني 1.04 على اندرويد 14 وهذا الجهاز هيتلقى الهايبرو اس 2 بعد هيك في عنا بوكو اكس فايف برو الفايف جي الاندوليسي 1.05 على اندرويد 14 بعد هيك في عنا المي بايلوت مين هم المي بايلوت المي بايلوت اللي سجلوا وحصلوا على التحديث مبكرا كيف سجلوا قبل هيك احنا حكينا انه سجلنا علشان نحصل على التحديث مبكرا وقلنا انه التزيل هذا سهل جدا وانا عملت قبل هيك يعني هاي مسلا تطبيق شاومي كوميونيتي هاي نطلع من هذا المكان شاومي كوميونيتي في عنا اختبار البيتا لو دخلت اختبار البيتا اتلاحظ انه انا باللون الاخضر هاي ومكتوب عليه تمت الموافقة شايف تمت الموافقة تمت الموافقة انه في تلات تلاف واحد بدهم اياهم شاومي بدها اياهم عشان يجدموا للبيتا انا من ضمن المية وحداش اللي يجدموا ايام ما قدمت كانوا عزن 62 صاروا الان مية وحداش مجدمين من تلات تلاف للبوكو اف ستة اللي بدون يطلقوا التحديث مبكرا التحديث هذا بيكون اول واحد بيجيك التحديث ممكن يكون في بعض البجزات والشغلات علشانه بيتا ما بيكون يعني مستقر اذا كانت تماما تماما بنزل للناس الباجين اما اذا انت حبيت تحصل على التحديث مبكرا سجل زي ما تعلمنا في الفيديو اللي احط لها جسطورة تبعت او الرابط تبع في اعلى الصفحة ان شاء الله نجح نكمل حط لايك اذا ما حطيتش لايك يا باشا ريدمي نوتو 12 اس العالمي 1.08 على اندرويد 14 شاوم 13 تيل اوروبي 1.11 على اندرويد 14 بوكو اكس سيكس برول 5 جي الاوروبي 1.09 على اندرويد 14 شاوم 12 العالمي 1.04 على اندرويد 14 ريدمي نوتو 12 برول 4 جي 1.04 على اندرويد 13 وهذا من الاجهزة المش هيخدقه تحديث سايبرو اس 2 بوكو اف 5 اللي جابل هادا هادا اف 6 هادا اف 5 1.09 على اندرويد 14 حكينا احنا جابل هيك وتكلمنا جابل هيك طبعا هادا الرابط القناة موجود في صندوق الوصف اتكلمنا على انه جهازي انا تحديثه تحديث جهازي مش عارف شو عالمي تركي مركي مش عارفاش ما بعرف بدنا نحكي علشان بس يعني في ناس بتلاقيهم مش عارفين او اش زيك لما تيجي مثلا على جهازي تحديثه مثلا هادا 14 تيجي عل مكان هادا تلاحظ انا في هاداك حرف T يعني ايش T يعني اندرويد 13 وحرف L واندرويد 14 في انا هانا KA يعني اي جهاز من شاومي اسمه او له اسم حرفين اي حرفين هادا KA مثلا هادا 11 Ultra واحد تاني بتلاقي اشي تاني ما علينا انا بدي الرابع والخامس ID الرابع والخامس ايش ID ايش انا ID يعني اندونيسي طيب اندونيسي صح لاحظ هادا الجهاز هادا الجهاز ايش CM ايش يعني CM يعني صيني تمام هادا الجهاز هادا الجهاز ايش MI يعني عالمي تمام هادا الجهاز IN يعني هندي IN هندي هندي تعال عندي هايو هايو 13 برو بلس اذا IN هندي ID اندونيسي MI عالمي R U روسي TR تركي JP ياباني EU اوروبي هادا كلها انا حكيت عنها قبل ايك بس حبيت اتذكرها علشان او اذكركم فيها علشان انتو يعني في ناس اكيد جديد انضمت النا وفي ناس يعني بتحب اكيد تعرف ايش نوع جهازها علشان لما تعمل تحديث هادا كله بفيدك وهدا ما كان لدينا نلتقي ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام يا اغلى الناس